في هذا المتجر الصغير بمحافظة بابل تلفظ البضاع الإيرانية أنفاسها الأخيرة عقب نجاح حملة شعبية لدعم المنتجات المحلية ومكافحة الغزو الاقتصادي الإيراني بعد هذه الفترة المظاهرات السلمية التي قام بها الشعب هذه البضاعة الإيرانية بدأت تتكدس هنا وبعد ما تستقبلها الناس المواطنين بعد ما يستقبلونه الإقبال الكثير والكثيف على البضاعة العراقية المنتج العراقي أول انتصار يسجله المنتج العراقي في معركته القاسية ضد نظيره الإيراني لا سيما بعد محاربة داخلية شرسة من قبل السلطات الحكومية تلبية لرغبات طهران أكو مندسين وكوناس غير يحبون الوطن هم من الأحزاب والكتر السياسية اللي قاموا يكثفون بكثافة وبأرخص الأسعار على المنتج الوطني بحيث أنه منتج الوطني ما يمشي لكن هسا الناس وعت وحست أن المنتج الوطني هو الأصح زيادة الإقبال على المنتجات العراقية تأتي بعد حملات أطلقها الناشطون والمتظاهرون في مواقع التواصل الاجتماعي وساحات الاعتصام على التوالي في المحافظات المنتفضة منذ بداية ثورة تشرين وهو الأمر الذي أثر سلبا على تجار البضاعة الإيرانية داخل العراق أدنى البضاعة الإيرانية تكدست يعني ما يكن سحب عليها بعد يعني حتى وصلت لأكسباير حساً أكسباير يعني يعني مشين هنا حتى يعني البضاعة المحلية جاي ما هي بغت بس المضاعة المحلية هي ثورة فكرية قبل أن تكون اقتصادية تتلخص في وعي جيل المنتفض يستدعيه ولائه لبناء مشروعه الوطني الخاص بعيداً عن مشاريع قاتمة تغذيها الأحزاب السياسية وميليشياتها بفسادها وتباعيتها كما يقول الشارع المنتفض إذا دعمت أي منتوج إيراني يعني راح حطت مشروعية للذيول وللميليشيات الوقحة ويتمكنون علينا ومننا نحن الآن جمعنا فقط العلم العراقي ولعنا نطلع على كل من ليس لديه ولان للعراق إذن تصرخ إرادة الشعب رافضة كل العملاء ربما كان رجل الأعمال الأمريكي هاري جوردون سولفريج صاحب المقولة الشهيرة العميل دائماً على حق قد غير رأيه إذا علم بأن العميل تابع لمشروع توسعي تخريبي دموي لكن بالتأكيد عبارته أثبتت نجاعتها على مر التاريخ إذا كان المقصود بالعميل شعباً مقهوراً يطالب بحياة كريمة ويدفع ضريبتها من دمائه ترجمة نانسي قنقر